بعد خمسة أعوام من الحرب يبدو أن يوميات القصف على رؤوس المدنيين التي تنتهجها ميليشيا الحثي في مدينة تعز لن تتوقف بالأمس استهدفت الميليشيا مبنى السجن المركزي الخاص بالنساء بست قذائف أطلقت بدقة كما تقول المصادر لتخلف ست شهيدات وأكثر من عشرين جريحة من نزيلة السجن بينهم طفلة في العاشرة من عمرها كانت في زيارة لوالدتها واليوم وبينما كان الطفل الصابر الصمادي وشقيقه يلعبون أمام منزلهم بحي عصيفرة إذا برصاص قناصة ميليشيا الحثي تخترق أجسادهم البريئة ليسقط صامد ذو الاثني عشر عاما شهيدا فيما شقيقه الأصغر في حالة حارجة في المستشفى يستانف الحثيون مسلسل القتل الممنهج في تعز بلا مراعاة للظروف التي يمر بها اليمنيون والعالم في مواجهة فيروس كورونا ليثبت لليمنيين والعالم أن القتل بالنسبة لهم هدف في حد ذاته وأنهم مستعدون لممارسة هذه المهمة تحت أي ظرف حادثة قصف النساء في السجن المركزي وقصف المنشأة الاقتصادية التابعة لشركة الصافر في مأرب لاقت إدانات واسعة وطالبت البيانات الحكومية المبعوث الأممي مارتين جريفث بالعمل على إيقاف مسلسل القتل المجاني للحثيين واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم في الخامس من إبريل تحتفل الأمم المتحدة بيوم الضمير العالمي غير أن ما يحدث في اليمن لم يحرك بعد ذلك الضمير الأممي الذي يتعامى عما يحدث لليمنيين في الخامس من إبريل وكل يوم على مدى خمسة أعوام